يوم يظهر بالمحل الله يدار زايد كيف محلاها يناس حبها وقلبي مغرم فيها تشن القمر يوم يظهر من محياها في غاية الحسن يسلم ويرحم كف بانيها طبعا تابعنا هذه اللقطات مشاهدين من الحفل الفني الساهر الذي قيمه أمس في مسرح جزيرة العلم بحضور جماهيري كبير شارك فنانين سهرتنا أكيد أجمل اللحظات وهذه الاحتفالات الجميلة لتعم أرجاء دولتنا الحبيبة وبالأخص إمارة الشارقة نحن نشكر جهود طبعا لجنة احتفالات إمارة الشارقة على تنظيمهم لهذه الاحتفالات يعني شهر كامل ابتديننا من يوم العلم ووصلنا لليل اليوم في مجموعة كبيرة من الاحتفالات وما زالت طبعا مستمرة في مجموعة من الأماكن السياحية والوجهات السياحية الجميلة في إمارة الشارقة متواصلين معكم مشاهدين وننتقل إلى فقرة التكنولوجيا وبحيث تنافس كبرى الشركات العالمية للهواتف الذكية بإصدار أحدث التقنيات التي تلبي جميع احتياجات المستخدمين ومنها قد يحتار المستخدم في اقتناء الهاتف الذكية حسب الأهمية والاحتياج فنجد من يبحث عن أفضل تصميم والآخر عن أفضل خاصية للتصوير وهناك من يبحث كذلك عن أطول عمر لبطاريات الهاتف وهناك من يبحث عن أفضل مواصفات الألعاب وأفضل سعر نأخذ سويا مشاهدين في هذا العالم ونتعرف على آخر إصدارات الهواتف الذكية والتي سيحدثنا أكثر الأستاذ عبادة سامر رفعي خبير في مجال التكنولوجيا صباح الخير حياك الله ويانور الله يعطيكم وعافية حياك العافية حبينا نبارك بالأول لذولة الإمارات العربية المتحدة ونبارك لشعبها خصوص اليوم الوطني الله يساهمك يا رب شكرا لك أستاذ عبادة نتحدث عن اليوم الشغل الشغل لشركات التكنولوجيا اليوم يتوقع تطور الهواتف الذكية يفوق كل تطورات حتى أبحث الفضاء اليوم الهواتف الذكية هي الأهم نتحدث عن أساسيات اختيار الهاتف الذكي طبعا في عدة عوامل تحدد اختيار الشخص للهاتف الذكي التي هي قدرة التخزين أو قدرة الكاميرا أو سعر الهاتف وإلى آخر هي استخدام الهاتف ممكن يكون للأطفال ممكن يكون إلى مثلا الفئة المتوسطة في العمر أو الأشخاص الكبار في العمر فبتعتمد هذه على استخدام الشخص بحد ذاته هناك بعض الفئات يعني فيه فئات للهاتف المتحركة الفئات الضعيفة المتوسطة أو ذو القدرات العالية بيعتمد على استخدام الشخص بالنهاية للهاتف المتحرك فيه ممكن أشخاص بيستخدموا الهاتف الذكي للأعمال ممكن أشخاص بيستخدموا للتصميم ممكن أشخاص بيستخدموا للألعاب فبيعتمد على حسب استخدام الشخص بالنهاية جميل ولكن أستاذ عبادة يعني شو هي الأساسيات اللي حفظت عليها الجهازات الأجهزة يعني هزة لواتف الذكية أكيد فيه أشياء تغيرت تطورت ولكن فيه أشياء ثابتة يعني لم تتغير يمكن الحاسبة طبعا نظام التشغيل هو موجود نفس نظام التشغيل إن كان فيه الهاتف الذكية مثلا الآيفون أو iOS أو الأندرويد هي أنظمة تشغيل ثابتة لكن يتم تطويرها مع الزمن الكاميرات موجودة لكن يتم تطويرها فيه بعض المميزات الصغيرة ممكن تنشال أو تنحط من هاتف إلى آخر مثل بصمة العين بصمة اليد إلى آخره مثلا فيه بعض مثل هاتف الآيفون مقبس السماعة إن شال من الآيفون ونجمع بشكل واحد مع مقبس الشاحن فيعتمد على كل هاتف أو كل شركة شو بتصمم أستاذ أبادة ذكرت نقطة مهمة اللي هي الكاميرا أعتقد اليوم الشركات تتنافس بشكل كبير الشركات المصنعة الهواتف الذكية بأنها تطور تقنيات التصوير والكاميرا وبحيث تجذب شريحة كبيرة من الناس فنتكلم عن هذا التطور الكبير نعم بالنسبة للهواتف ما عدت في السابق على أيام النوكيا كانت الهواتف تتنافس بالبكسل للكاميرا أوه هذا التليفون 3.2 بكسل هذا التليفون 5 ميجا بكسل صح فاليوم عندنا صار في تطور كبير صار عندنا مثلا تطور بحيث أنه بعض الهواتف مثلا الآيفون 6 أول ما نزل نزل مثلا بخاصية التصوير البطيء هذه كانت نقلة فريم بير شكن طبعا هذه نقلة نوعية كانت بالكاميرات أنه بيقدر يصور لغاية 240 قطاع في الثانية نعم نقلة كبيرة نزلت بعديه الهواتف بدأت تتنزل بهذه التقنية حاليا عندك كمان الآيفون كان نرائد بهذا الموضوع وهو نزل كاميرتين خلفيات كاميرا واسعة المدى وكاميرا للتركيز فهذا الشيء كمان أعطاه أفضلية من حيث الكاميرا وبدأت الشركات مثل ما احنا شايفين اليوم عم يتنافسوا ليس فقط في عدد الميجا بكسلز اللي موجودة في الكاميرا بل عدد الكاميرات بحد ذاته 16 كاميرا نعم في بعض مثل شركة الجي نزلت هاتف ب16 كاميرا في سأل نفس الواحد شو فائدة هاي الكاميرات الزيادة طبعا هي لنظرة الثري دي خلينا نقول ليش لأنه نظرة تركيز على الكاميرا لأنه مثلا إحنا لو إحنا كأشخاص لو حاولنا نسكر عين وحدة نستخدم عين وحدة فقط عشان نشوف الأشياء احنا ما رح نشوفها بنظرة ثري دي يعني فيه تجربة ليهو بحاول يلمس بعين وحدة بحاول يلمس إصبع لا فرق صعبة لأنه هو بيشوف الأشياء بثري دي وليس بثري دي صح فنظرة الكاميرا بتكون للأشياء بصورة ثري دي أنه بيقدر يركز على مجسم واحد واللي خلفه بيعمله بوتريت بخاصية البوتريت أنه بيعمله تشويش أو تركيز على منطقة واحدة فقط جميل اليوم كذلك يعني الكثير من الأشخاص صاروا هوا التصفير وبالتالي يركزون على موضوع تقنيات تصفير اتكلمت يعني مثلا في الآيفون بداية أجهزة الآيفون الاصدارات المو قديمة وايد بدأوا تصوير البطيء واستخدام التقنيات الحديثة اليوم بالنسبة اليوم التحديثات تحديثات الهاتف شو قاعد تفيد المستخدم يعني وهل مثلا اليوم أو في المستقبل بإمكان أن الإنسان يأخذ له جهاز واحد والتحديث هو اللي يغير من سمات الجهازة والتطورة طبعا هون مناخذ بعين الاعتبار موضوع الهاردوير لأنه مش كل شيء بيعتمد على السوفت فور الهاردوير له قدرات محددة يعني من حيث سرعة المعالج من حيث سعة الرامات من حيث سعة الجهاز بحد ذاته هل يمكن تطويرها أو لا فمثلا طبعا حاليا الماذربورد اللي بتيجي للهواتف المتحركة اللوحة الأم بتيجي مع كافة هاي الأمور أنت من الصعب أن تضيف شيء معين هاردوير معين لها ليس نفس الكمبيوتر ليس نفس الكمبيوتر لأنه حتى في بعض اللابتوبات حاليا و الجهاز المحمول نفس الكمبيوترات أحيانا بتيجي اللي هي فكست أنت ما تقدر تغير فيها شيء فالهواتف المتحركة نفس الموضوع صعب تغيير الهاردوير فصعب تطويرها فإذا وصلت مرحلة أنه من التطور بيحتاج المستخدم أنه يقوم بتبديل هذا الجهاز وليس تطويره حلو وخاصة الهواتف الذكية اليوم أتاحت لنا ولمستخدمين اليوم حفظ الملفات خارج الهاتف من مدها أمن وسلامة مثل هذه التقنيات الحديثة وهذا التطور نحن نعيشه اليوم طبعا في شركات عديدة بتقدم هذه الخاصية اللي هي مثلا خلينا نقول مثل جوجل جوجل درايف اللي هو التخزين السحابي تخزين السحابي بيتمد بالنهاية على الشركة وقوة السيكوريتي في الشركة اللي احنا منستخدمها الأمن يعني الضبط فما احنا لو استخدمنا مثلا جوجل جوجل سيرفورتها آمنة جدا ولكن يعني فيه نقطة معينة لازم نأخذها بعين الاعتبار أنه اللي في السحاب في السحاب ممكن أي حد يقوم باستخدامه يعني نعم فيفضل بالنسبة لمستخدم أنه نخزن الأمور اللي احنا بدنا نعيها على هاردوير موجود أغلب التليفونات اليوم اللي موجودة بتدعم فكرة اللي هي الشريحة الخارجية شريحة التخزين الخارجية صحيح حتى اليوم بعض الفلاش ممريع وبطاقة التخزين مدعومة للجهازين يمكن أن الأندرويد سهل وسلسل التعمل ولكن الآيفون صعبة لكن اليوم الشركات المطورة والمساعدة في هذا الشأن قاعدة تعطينا حلول كثير مبتكرة تساعد الأشخاص على استخدام التقنيات عمر البطارية وقوة الإرسال نتحدث عن كذلك الجانب المهم وصلنا اليوم في مسألة قوة داع البطارية وكذلك الإرسال والتغطية وأيضا نقاوة الصوت طبعا من الأشياء المهمة جدا هي في الهواتف المتحركة هي قوة البطارية لأنه نحن أغلب الأوقات نستخدم الهواتف المتحركة في أيامنا صار جزء من الإنسان يعتبر الهاتف المتحرك لا يمكن التخلي عنه نحن اليوم لو من المسا ترفونا بمكان معين ومنضيع أنه الجداول كلها الأمور كلها فصعب من الإنسان حياة صار فيه الحياة خاصة على السوشيال ميديا فساعة التخزين مهمة جدا في الهواتف عفوا ساعة البطارية مهمة جدا في الهواتف المتحركة تطرح بعض طبعا حاليا كل البطاريات المستخدمة هي بطاريات جافة في الهواتف المتحركة ممكن في المستقبل يتم استخدام بطاريات الليثيوم مثلا الليثيوم حيث تعطي أنه ممكن تستخدم البطارية بلا شهر على حسب استخدام الهاتف الله يسمع منك لا تريد إعادة الشحن لفترات زمنية طويلة لكن في اليوم الحالي أغلب البطاريات تتراوح سعتها بين 3000 ملي أمبير إلى 4000 ملي أمبير مما يتيح للمستخدم على حسب قوة معالج ورامات الهاتف استخدام الهاتف المتحرك إلى ما يقارب اليوم أستاذ عبادة سنتحدث عن الجانب الإنساني هل ممكن الهواتف الذكية اليوم أن تخدم فئة من ذوي الإعاقة؟ طبعا ما تطور الهواتف المتحركة يقوم المطورون بتطوير وسائل تسهل على المستخدمين استخدام هذه الأجهزة بشكل سلس وسهل منها المساعد الصوتي في آيفون مثلا سيري وفي غالكسي يوجد عندنا بيكس بي فهذه المساعدات الصوتية تساعد منهم لا يستطيعون استخدام الهاتف المتحرك باليدين أو لديهم إعاقة معينة أو كذا أن يستخدموا من خلال الصوت حتى في بعض الهواتف هناك برامج معينة تساعد المستخدم على استخدام بصمة العين في تحريك الهاتف وإلى آخره أخيرا أستاذ عبادة نحن مع المشارف انتهاء العام الحالي تقريبا نظرة مستقبلية للأجهزة التي ستطرحها العام المقبل طبعا إذا تكلمنا عن بعض الشركات الرائدة في مجال الهواتف المتحركة مثل آيفون هي تطرح هواتفها في النصف الأخير فقامت بطرح آيفون XR من فترة وجيزة وبالنسبة لسامسونج تعد طبعا سامسونج دخلت بلعفة أرقامه على الهواتف الصينية حيث أن شركة أوبو قالت أنها ستطرح جهاز بسعة 10 جي بي للرامات سامسونج طرحت هاتف قالت أنها ستطرح هاتف استن برامات تصل إلى 12 جي بي هذا الرقم سوف تصل إليه الهواتف المتحركة دائما نقول الوعد قدام نعم يعطيك العافية أستاذ سامس يعطيك الصحة والعافية أستاذ عبادة شاكري لك تواجدك معنا اليوم في استوديو صفاح الشارقة شكرا لك شكرا أستاذ عبادة إذا شاهدنا كل شكر والتقدير مرة أخرى لأستاذ عبادة وسام الرفاعي خبير في مجال التكنولوجيا على هذه المعلومات القيمة